ومشرفنا فيها كابتن مهل همام نجم النادي الأهلي السابق اللي حنتكلم معه عن كل التحديات بقى اللي حيواجهها النادي الأهلي الفترة اللي جاية سواء كان محليا أو قرية يا صباح الفل عليك زكريم كل صباح طييم بونجور جدا بباركينا واندكم صباح لها عبدالع السلامة وحريت جيت ما كنتش أنا هنا آه مجاد إمتى دا كان من فترة بقى من فترة آه الفترة طويل أجازة بقى أكيد والله ما أنا فاكرة كنت فين أصلا مش هنختلك حبدالع السلامة صباح لها حبدالع معيك بامش بالأسئلة المعتدة والموتش من ديامها لغاني خاصة كلمنا في كل ده أنا دايما بحب أن احنا نبص لللي جاي أنا دلوقتي حقود مرة تانية والدوري إن شاء الله وعندي بلدية المحلة وعندي لسه كمان تحديات قرية كبيرة جدا وجماهير الأهلي بالمناسبة ما عندهاش فكرة أن فيه أي قبول لأن أنا ماخدش بطولة خلاص أنا المواسم اللي فاتت حصلت على بعض البطولات وراحت مني بعض البطولات أنا عايزة عوض ده المتوقع من الفريق أنا دلوقتي لما حاجة أتكلم عنه حبدأ ما حضرتك حستسيب قرية شوية وحبدأ بيئة دوري عندنا مؤجلات كتير مؤجلات مهمة جدا طبعا ده حيفرق فيه الترتيب هنعود مرة تانية إن شاء الله للصدارة بس بداية المشوار مع بلدية المحلة هنبدأ من هنا كابتن ماهير بسم الله الرحمن الرحيم طبعا خمسين يوم قبل كده فرقت بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي يعني كورا لما كانت وقفة خمسين يوم منتخب كان موجود في كلاسة الأمة أفريقية ومعظم العيبة الدولين اللي لعيبت النادي الأهلي مع المحترفين كانوا مع فرقهم أنا شايف إن دي أسرت علينا بشكل كبير جدا من ناحية الأداء الفني بالذات يعني متكتيكي والجانب البدني كمان إن برضك مستر قولر لما عمل توقف خد أجازة اللعيبة وبعدين بدأ المعسكر بتاع الإمارات ما كانش كافي عدد الموارد الحبية اللي اتلعبت بزر بزر فده برضك ميعملش الفورمة الرياضية لللعبين فإحنا بنعاني يعني بنعاني وشوفنا يمكن مباراتين بتوع أفريقيا كان فيه معاناة بدنية وفنية لفرقية النادي الأهلي بشكل كبير جدا لكن خبرة العب النادي الأهلي قدرت تتفوق طبعا في اللقائين بدأت الدور العام مع البلدية فرقة البلدية بفرقة لسه صعدة من الممتاز به عمل نتائج إيجابية معها مدرب واعد عندهم طموح طبعا أن هم حيقابلوا النادي الأهلي بالهم سنين أكثر من عشر خمش سنة ما قابلوش النادي الأهلي أصحي قابلوه فين فطبعا كانوا في القسم التاني تحت فطبعا كانت فرصة بالنسبة لهم أن هم المباراة اللي جاية يقدروا يعني قدموا عرض وأكيد هم مستعدين بشكل كبير جدا بس في نفس الوقت برضو أكيد عارفين قوت المنافس فهم عليهم ضغط كبير جدا وانت على الصعيد التاني مش هنقول مباراة مرتاحة طبعا ما عندكش مباراة مريحة لكن لازم يبقى فيه كمان أداء فني جيد في الملعب لأننا هقول لحضرتك ونتكلم بصراحة حتى لما في مباراة بنفوس فيها لكن فنيا الأداء بيبقى متراجعة أو غير مرضي ما بننبسطش حقيقة يعني ما بصنا أود الأداء الجيد بيجي بيعني بعدد المباراة اللي انت بتمرسيها فالنهار دا احنا مباراتين ودي المباراة التالتة فيعني الأداء الجيد تفنى يمكن في المباراة بطل غانا الشوت التاني لما بدأ التغيرات مستر كولر تمام مؤسرة وبدري شوية بدأ الأداء يتحسن عن الشوت الأولاني دا حنستمر بيه كمان يمكن في مباراة البلدية مش حنلاقي الأداء يا كريم هو تصعودي بيجي بالضبط يصعودي يعني انت كل مباراة بتلعبها بتبدأ تستفاد منها مدنية وفنية وتكتكيا والمباراة اللي يليها نفس الكلام لحد ما بتوصل 3 مباراة 4 مباراة خلاص اللعبة خلاص يعني بدأت تفوق وبدأت تكتسك كل العناصر اللي كانت بدلية وفنية وتكتكية وبيبدأ أداء النادي الأهلي يبان بقى على حقيقته لكن زي ما قالتنا واند كده نتمنى ان احنا بداية البلدية يبقى خلاص الناس تبدأ تطامن بقى على أداء النادي الأهلي وشكل أداء النادي المتشاط اللي مع فرق زي البلدية الفرق اللي هي قادمة من بعيد إنجاز التعبير وبطبيعة الحال عندها شغف وعايزة تثبت نفسها وطبعا معنا التفصيلة اللي هي الكلاسيكية من قديم الأزل إن أيا كان الفريق اللي بلعب النادي الأهلي الفريق ده بيتغول يعني وبيتحول قدام النادي الأهلي عشان عايز يقدم يعني أفضل ما عنده بطبيعة الحال المتشاط دي بتكون أصعب من غيرها يعني ممكن يبقى المتش مع بلدية المحلة أصعب من المتش الأهلي مع فريق تاني أتقل أو في مركز متقدم عن بلدية المحلة أكيد كريم هو المباراة اللي بالشكل ده دوافع البلدية ممكن تكون أكتر من دوافع من الأهلي هو بيلعب ده من الأهلي المباراة مزاعة تحليل شغالة الجمهرية كمان يعني نحن بمطالب أن عدد الجمهرية تزيد كمان في مباراة الدور العام وطبعا حسب موافة الأمن كل الدوافع دي للخص يمكن بتبقى أكتر من لعبة النادي الأهلي وبعدين الفرع اللي غير مصنفة دي كمان بتبقى يعني ساعات بتحرج الفرع الكبيرة وإحنا شوفنا كاسة أفريقية الصغير بقى يعني مفاجأ بالضبط كده طبعا فأنا شايف أن المباراة دي النادي الأهلي خلاص اكتسب خبرات بشكل كبير راجع لبطولة الدور العام البطولة المفضلة بالنسبة له طبعا طول عمران بنقول ربع ساعة الأولى بتفرق محتاج أنك أنت تجيب جول عشان تفتح بقى التكتلات الدفعية اللي أنت حتقاملها يعني البلدية بدك من الفرقة حتبقى حريصة أن هي تقول لك إيه طول ما الوقت بيضيع وأنا ما بيجيش فيها جول أنا بكتسب ثقة والنادي الأهلي بيفقد ثقة فيهمني أن يطلع بالنتيجة الإيجابية لأنه حتى في الجدوى اللي عنده المدير الفني اللي البلدية يقول لك الثلاث نقاط دول أنا مش ضمنه يعني مع الفرقة الكبيرة بيبقى هو مخطط لنفسه